دائما مستمرين في الموديل الإسباني وصلنا للسطر الأقوة الصغيرة هنا وهنا في الوسط بدنا نحلل في القوزة واحدة وبالتالي تحلل هنا ستدو جوجته هذه اللي على الأسر وهذه اللي أعلى لي منه سوف نقوم بفتاني أعمود نستمر بمنزلقة خمسة منزلقة سوف نقوم بفتاني الأصل لن نقوم بفتاني كما الدور السابق وهو 1-3-4-5 قوس القوزة سوف نقوم بخدمة عادية سوف نقوم بفتاني القوزة بفتاني عادية سوف نضح الفتاني نقوم بفتاني كيف تفهم لكم السوق كيف تتخدم غير تبعي سطر بسطر وإن شاء الله ستنجحي أن تتخدمي هذا الموضيل للجلاب 4 سنسلة غرزة حشو إلى اللحظة لدينا خرجوا لي 3 ديال الأقواس الصغيرة 1 جوج 3 4 5 6 ديال سنفح الأقواس الصغيرة سوف نطرد نصف العمود سنأذهب العمود في قبل قد سنفح الأقواس الصغيرة 1 جوج 3 4 سلسلة سننفح الأقواس الصغيرة نطرد نصف الأقواس الصغيرة 4 سلسلة 1 جوج 3 سلسلة سننشي لنصف عمود ونخدم 1 غرزة حشو 1 جوج 3 و 4 سننفت 1 العمود ونخدم 1 غرزة حشو سنحصل على 3 انديال الأقواص الصغيرة بحال كما ندرنا هنا ننقل على الأحطة الخدمة يبدأ كالتعاود ستأتيك سهلة 3 4 5 6 قوس كبير سننشي لأول قوس الصغير نخدم فيه غرزة حشو 4 سلسلة 1 جوج 3 و 4 سننشي للقوس المقبل سنقوم بغرزة حشو 1 جوج 3 و 4 1 جوج 3 و 4 سلسلة غرزة حشو ونحن نقل على العقل تي 3 أقواص الصغيرة 3 صغيرة 3 صغيرة 3 صغيرة هنا فين كي تقدر عندنا الأقواص الصغيرة جي الجوزة اللي كيتسدوا الجوزة اللي كيتحلوا 6 سلسلة 1 جوج 3 4 5 6 سلسلة سننشي لسابع عمود 1 جوج 3 4 5 6 سابع عمود سننشي لغرزة حشو هذا شكلنا به قوس كبير في القوس الكبير طبعاً نقلب الخدمة ونعمروه بحضر الشجيل الأعمدة زائد 3 سلسلة جيال البداية هي 12 3 4 5 6 6 10 في القوس المقبل سننشي لغرزة حشو 4 سلسلة وغرزة حشو 4 سلسلة وغرزة حشو 5 6 6 7 8 9 10 10 15 16 16 10 10 17 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 25 25 22 23 24 25 25 23 24 25 25 26 28 28 29 28 29 30 29 21 29 29 30 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 لا. ما كان باش نعود الدروس نفس المعلومات التعود وكان بغي دائما نجيب شئ حاجة جديدة وشئ حاجة اللي ما تلقوها فتشي بلاس اخرى. باش انكم تستفدوا. هنا عقلي ان ناخد ثمانية بعشرة ديال الامضة. ستة. سبعة. ثمانية. ثمود. عشرة. هناك هذه المددرة ي içinde كل شيء الجبادور الفراشة الحلقة عن أي حاجة. هو شكل له يكبره كي صغار يعني تقدرين استعمالة به عن شيء من حاجة تقدريت استعمالة في لانة. تقدريت استعملاه في لغطات ديال الفراش. تقدريت استعمالي في اية 없عة التي بعيت تزيني زينيا بالكروشي ثلاثة اربعة اهنا غا نخدمو اتناش اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سعود عشرة حداش اتناش هذه حداش اتناش فالا هذين قلبو العمل هذين ديرو في كل من الخمسة الامدة المقبلة هنديرو منزلقة يعني في المجموعة يكونوا عدنا خمسة ديال منزلقة ثلاثة اربعة خمسة ستة سلسلة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سلسلة عدنا جوجة الاقواص الصغيرة في القوس اللول هذين ديرو غرزة حشو اربعة سلسلة غرزة حشو في القوس الموالي ثم عدنا ستة سلسلة ناديرا وقليل جدا كانين بعض الاخوات يقولون لي الغرز بالفرنسية بالنسبة واحد السيدة قتلياغي ترجميهم الياغي واحد لمر راسا فيهم البعض راغذين فهمهم نانك سلسلات هذين الربعة سلسلة بالفرنسي يقولون لهم مايان لاغ واحد السلسلة مايان لاغ وما يكونوا كثير كثيرا تسمى انشان او لا انشانات انشانات دو مثلا 4 مايان لاغ بالنسبة لغرزة حشو يقولون ليها ماي ساري دونك نانا 4 مايان لاغ 1 ماي ساري 4 مايان لاغ 1 ماي ساري 4 مايان لاغ 1 ماي ساري العامود بالفرنسية كيقولون ليه ان يبريد بالدارجة كنقولوا حنا غرزة ركا انا باش تعلمت هي بالدارجة 3 4 5 6 سلسلة 1 بريد بنا هي غرزة غالبا في الخدمة بالغرز الاساسية كانش غرز شوية افونسة متقدمة يعني مع قداش شوية في الشغل ديالها ماي كان ديرش لها قاعد دروس ديالها حين اغلب يعني اني سكن خدم غيب الغرز اللي بسيطة 1 شوش 3 4 5 6 يعني الشغل ديالنا تقريبا اي مبتدئة تقلت يعني دست من المرحلة الأولى ديال تعلم يعني عرفات غير غرز الاساسية وبدأت تخدم بهم هكا مرة سلسلة مرة تزوق ما خدمت غيب مثلا في المرحلة الأولى تكون تعلم غير الأعميدة مثلا مع الأعميدة غرزة حشو مع غرزة حشوية كمية تبقى هكا تخلط بناتهم وكتنوع وكتبدا تزوق تدوس لمرحلة الثانية هذا المراحل عندها الأسماء ديالها باللغة الخرنكين بالعربية انا ما عرفهاش ستة سبعة بحال هات الشكل ني الدبا فاش خدمة انا ما فيش اكتر من اربعة ديال غرز اساسية يعني الغرز اللي كي نخدمة بهم انا دبا غرز اساسية جدا بالنسبة للغرزة المنزلقة هنا وصلنا للغزة سوف نسدوها هنا هنا واحد غرزة حشو فقط هنا 12 ديال الأعميدة هنا فقط 10 10 ديال اللي بريد كتلكم هذا الشغل اللي خدمة فيها ناني الدبا ما فيش تشي حاجة يعني افونسي سوى انك تحفظي السواقة صافي يعني كل قو سجنه كان خدموا فيه من بعض الأعميدة مثلا تنيرو غرزة حشو صافي كتنوعي بيناتهم 17 ديال هذا الشيء اللي كنورك دبا في هذه الدروس التعليمية وقد خرجي بهذه النتيجة كل مرة كيكون شي زواقة جديدة وخاء انك انتك تخدمي بنفس الغرز النتائج مختلفة والسواقات كتير هي اللي فيها هذا الغرز الاساسية هي اكتر من الغرز اللي شوية معقدة واحد جوج ثلاثة اربعة سمسيلة غرزات حشو الخط الناس اللي ما تيخدموش بهذا الحرير حين تشين تفليهم باقي ما مولفوش عليه الخيط ديال الطرز هو راهم زيان الخيط ديال الطرز تدري على ثلاثة او ربعة ديال الشعرات وتخدمي به راهم ممتاز حتى الدول الاخرين كان بعض الاخوات ما كيكون وش مال مغربي كتقول يرى ما متوفرش عندنا هذا باش نخدم الخيط ديال الطرز متوفر اكتر من الخيط بهذا اللي كنخدموه بحنانا شو مغرب خيط ديال الطرز راهم موجود في العالم كله خيط الحرير اللي ما متوفرش في جميع الدول على حساب الطالب ديال الناس ديال الدولة شط نفس الشيء كما هنا انتو ما هنا سمضينا هذا القوزة هنا عدنا ربعة الاقواص الصغيرة هادية بقا قد تفتح وهنا هاد ينديروا 12 يال الامده ما غاديش طبعا نكمل معكم الخدمة كلها غادي نشرح لكم غير الوحدة اللي غا سيبدأك هتتكرر ومن بعد انتم ما غادي تخدمون صدوق جيالكم اللي فيه تقريبا هنعطيكم العبار في الأخر ستة سبعة ثمانية سعود عشرة حداش ناشى مزيان هنا مزيان هدي بلقوزة ستنا طبعا بقى عندنا واحد القوس وواحدنا بشي تسمى راكمناها هنك غادي ندروا عود ثاني خمسة مومزالقة في الأعميدة المقبلة كل عامود غا ندروا فوق من واحد مومزالقة وغادي نستمروا ندروا ناحد لقوس كبير وغاستمروا في الشغل دينا كانت تمنى تكوني ستفتي اليومة في الدرس اللي قدمت لك من الموديل الإسباني من روائع توخ كوازا كديخ شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله شكرا جزيلا على المشاكل شكرا جزيلا على المشاكل